أمام حضراتكم توزيع مقاعد البرلمان بإذن الرحمن يوم 22 مايو الجاري ستبدأ الدورة التشريعية الجديدة سيذهب أعضاء البرلمان الجدد لأخذ الأختام الخاصة بهم والاستعداد أيضا لأداء القسم وفي الجلسة الأولى سيتولها السيد دولة باتشلي باعتباره يعني الأكبر سنا بين أعضاء البرلمان هذا الرجل يعني له مواقف مشرفة هو زعيم الحركة القومية دائم وبقوة لأردوغان لذلك الأنظار ستتجه في هذا اليوم لأنقرة وبالتحديد لمبنى البرلمان أمام حضراتكم توزيع مقاعد البرلمان بين التحالفات في الانتخابات الأخيرة العدالة والتنميع الأكبر تحزب أردوغان حصل على 268 مقعد نبقى أيضا مع تحالف الجمهور الدائم لأردوغان والحركة القومية حصلت على 50 مقعد رفاه الجديد ينيدان رفاه حصل على خمس مقاعد دخل الانتخابات لأول مرة هذا الحزب يترأسه فاتح عربكات فيما تعلق بمقاعد العدالة والتنميع 268 منها ثلاث مقاعد تذهب لحزب الهدى الكردي حزب الهدى الكردي الإسلامي في حين أن تحالف الشعب أو تحالف الملات نتحدث عن تحالف الشعب الشعب الجمهوري حصل على 169 مقعد في حين حزب الجيد حصل على 43 مقعد أما التحالف الآخر التحالف العمل والحرية ليسار الأخضر أو سابقا الهدى بحزب الشعوب الديمقراطي حصل على 61 مقعد في حين حزب العمالي التركي المتحالف مع ليشيل السلبرتسية أو ليسار الأخضر حصل على أربع مقاعد أمام حضرتكم هذه هي توزيعة المتعلقة بمقاعد البرلمان فيما تعلق بالتحالف في الانتخابات الأخيرة وفيما تعلق أيضا بالأحزاب التي نافست في هذه الانتخابات ترجمة نانسي قنقر